نتمنى التوفيق لفرقتنا إن شاء الله بإذن الله وهتكلم مع كابتن شريف النهاردة على الأهلي وعلى استعداداته بالشكل الأمثل خصوصا مع غياب اللاعبين الدوليين أنت عندك عدد كبير من اللعيبة وهنا مهم جدا معلش قبل ما روح لمنتخب مصر أتكلم معكم شوية ودي وجهة نظر محترمة ترحى كتير من جماهير النادي الأهلي لها كل التقدير والاحترام فكرة إنه إحنا ليه مش هنلعب أو ليه بنفكر منلعبش كاسر ربطة أو ليه الأهلي مش عايز يلعب كاسر ربطة نتفع على حاجة واحد كاسر ربطة ما هياش بطولة مش عايز أقول مهمة ولكنها ليست في الأولوية على أقل تقدير يعني لو رتبت أجندة الأهلي من حيث البطولات هتلاقي إن بالتأكيد طبعا بالنسبة للأهلي كجمهور وإدارة ولعبين بطولة دولي الأبطال هي أهم بطولة بعد كده البطولات المحلية وصلت لإنهائي الكاس حققت السوبر المصري وعندك بطولة الدولي اللي ما زلت رغم تأخرك بعدد يعني ثلاث مباريات أنت عندك ثلاث مباريات معجلة وما زلت حتى اللحظة في الصدار المنافسة كلها رايحة للمركز الثاني حتى اللحظة وعندك نهائي الكاس مع بيرامدز المفترضة هتلاعب في أول عشر تيام أعتقد يعني هيبقى في أول عشر تيام من شهر إبريل بعد مطش الهلال فبالتالي كاس الرابطة تيجي في الترتيب الأخير من حيث الأهمية نمرة تنين التوقيت هل أنتو بتقولوا أو وجهة النظر المحترمة جدا على فكرة اللي بتقول إنه اللعيبة اللي ما بتلعبش مع الأهلي ممكن تلعب إمتى ممكن تاخد فرصة إمتى وهي وجهة نظر سليمة جدا وسديدة جدا في التوقيت ده صحيح فيه لعيبة كتير جدا من أول الموسم لغاية النهاردة ما ظهرتش حتى في مبارا واحدة ما خدتش حتى تبديلة فبالتالي هي فرصة مناسبة جدا لإنه اللعيبة دي تاخد مساحة من المشاركة في مواجهات رسمية ولكن واحد نظرا لقلة عدد لعابي لأهلي الموجودة أنا برد بس على وجهة النظر دي وعيسكوا تفكروا معي أنا مش ضد على فكرة أنا مع الفكرة جدا لكن يمكن في توقيت تاني كان المنطق ده يبقى جايز جدا يمكن في توقيت تاني كان المنطق ده يبقى سهل تطبيقه وكان الأهلي يسعى لده بشكل كبير كجهاز فني أو كإدارة ممكن جدا وارد طبعا لعيبة اللي محتاجين إحنا حتى كجمهور نشوفها ونشوفها ليه ما بتشاركش تاخد مواجهة رسمية أحسن بكتير جدا من التدريبات اللي هم بيتدربوها كل يوم وبالتالي إحنا ما بنشوفهمش فيها وفكرة أنك تلعب مباراة أنت عارف أنها بالتأكيد تختلف عن فكرة تقبل أنت كأهلاوي أنه لعب في مباراة زي مباراة المصري في كسر ربطة لعب ممكن يكون أساسي ممكن لعب يكون مهم ممكن يبقى ورقة مهمة ورقة بديلة مهمة جدا يتعرض للإصابة أنت بتلعب قبل مباراة الهلال بـ 72 ساعة إيه حجم المخاطرة اللي ممكن تخليك أو تجبرك على حاجة زي كده وليه أساسا ما تتأجلش المباراة دي الوقت تاني هل كسر ربطة من الأهمية بحيث أنه يتحتم إقامته في التوقيت الحالي طب ماقول هلال السوداني وأنا ما بقرنش يعني بس الشيء بالشيء يا أسكر أتأجله من اتحاد السوداني مباراتين في الدوري وداخل معسكر مغلق في السودان ويوصل هنا القاهرة يوم 28 في بالتالي الحسابات لها وجهات نظر ممكن تكون مختلفة لكن بالتأكيد كلها هدفها الصالحة العام سواء كانت وجهة النظر اللي بتدعو المشاركة وتجربة اللعيبة اللي ما بتشاركش أو وجهة النظر بتقول خوفا من فقدان أوراق مهمة جدا أو تعرض لعبين للإصابة في مباراة الربطة قبل من روح لمواجهة الهلال في دوري الأبطال أنت مش عارف ونتمنى إن شاء الله السلامة للجميع ليه الجميع؟ أنت مش عارف بعد مواجهات الدولية دي أنت عندك ثلاث محترفين أجانب مع منتخباتهم برستاو، علي معلول، أليو ديانج عندك لعبتنا اللي في منتخب مصر الأولمبيو عندك لعبتنا اللي في منتخب مصر الأول وبالتالي لو خسدته هرأة من دول مين مستعدية في اعتمن ده؟ فبالتالي ما أعتقدش أنه في وقت يسمح بالمخاطرة بقى شكل من الأشكاله وبالتالي أتمنى إن شاء الله وخصوصاً أنه كان منطقي جداً بما أنه الأهل يبقى الممثل وحيد للمصر في البطولة أنه يتم تأكيد كان تتزق في أي وقت الموسم مش هيوقف على مباراة الكاس الرابطة